موسيقى اللهم ارحمنا واخف لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر اللهم يسر لنا ما تعسر اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من جديد في عالمكم وعالم رؤى كانت الأخت شيرين قبلتني تقدم برامج معنا في القناة قالت سبحان الله وحق قبل ما قدم البرنامج سبحان الله الاسبوع ما لا حق يبدأ ما لا حق يبدأ طبعا يوم قدمة برنامج الوطن والخليج اعتقد اليوم قالت ما لا حق يبدأ الاسبوع وخلص سبحان الله ذلك يدل على ماذا على جمال التواصل على جمال احلامكم على جمال تواجدكم مع عالم رؤى اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين تلفزيوني الان وكل من يسمع لنا عبر اذاعة الان في سوريا والوطن العربي طبعا موضوعنا اليوم راح يكون موضوع لذيذ عقولة الاخت حنان موضوع مشوق ان شاء التقرير جاهزة يا حنان الله يسعدك يا رب طيب وان شاء الله ترككم مع هذا التقرير عن العسل ونعقب عليه او حوله بعد التقرير يعد عسل النحل من الاشياء المحببة جدا للانسان لما تحتويه من عظيم الفائدة والمذاق الطيب والنكهة الرائعة لذلك فان تفسير رؤية العسل في المنام هي في الغالب من الامور المفرحة من رأى العسل بشكل عام في المنام فربما دل ذلك على الرزق والمال او قوة وصلابة في الدين ومن رأى انه يشرب من العسل المصفة فان الله سيفرج عليه همومه والله تعالى اعلى واعلم تدل رؤية العسل بشكل عام في المنام على الخير والبر والمال الذي ينفع صاحبه ويكون مصدره حلالا سواء من التجارة او غالبا من الميراث كما تدل على رخاء العيش وسعته وتفريج الهموم والمشاكل هكذا فسر بعض مفسري الاحلام رؤية العسل في المنام والله اعلم حياكم الله من جديد اخواني واخواتي مرحبا بكم في عالمكم عالم رؤى طبعا العسل وما ادراك ما العسل ما اينما وضعت يدك او لسانك على العسل فانه جميل فوائد طبية فوائد صحية تريد ان ترى احلام جميلة؟ معلقة عسل صغيرة قبل النوم سوف ترى اجمل احلام لانك اصلا تذوقت الحلاوة وانه اساسا مهدئ للاعصاب ومعين على الهضم وما الى ذلك اما في عالم الاحلام فاعتقد ان التقرير كان وافي وكافي اما بالنسبة بشكل نعام عن هذا المنتج او هذه النعمة الربانية فاذا رأيتها في المنام فلا تكتفي فقط بكلمة عسل للمفسر قل له انك اكلته في ملعقة اكلته في بيت رأيته مع النحل خلية نحل اكلت منها لان العسل لوحده قد يحمل الاف المعاني وهنا يحدد معناه الامر الذي استخدم فيه في الحلم لن اتكلم مزيدا عن العسل ولكن سانتقر معكم الى الفقرات الاخرى في برنامجكم عالم ورؤى شو معنا الحين يا حنان اتصالات ولا مكلمات مسجلة طيب يا جماعة الخير ناخذ المكلمات المسجلة ثم نعقب عليها ان شاء الله السلام عليكم انا رأيت بنتي متزوجا عليها زوجها وبيت غريب وكن الزوجة واقفة هذاها بيضا وبنتي زعلانة مع العلم ان بنتي من الزوجة وجزاك الله خير انا ابتسام من الجزائر وجدت حلم اود ان تقوم بتفسيري وجدت نفسي في غرفة لا اعرف هي هذه الغرفة لمن لا اعرفها وكنت ارتدي ثوبا مصففا في لون الذهبي وعطوني قدرا اسود وطلبوا مني ان اضع فيه يدي وعندما وضعت فيه يدي وبدأت احركه وجدت انني ابعثر قبورا في ذلك القدر قبورا للموت وكانت هناك نساء لا ادري ان كنت قد نزعت يدي وان القدر قد اختفى وكان هذه النساء عندما اقتربن مني ارتفع الى السماء وعندما يبتعد امزل هياكم الله ومرحبا بكم من جديد في عالمكم على مرات طبعا للتنويه اخواني واخواتي قبل لا افسر هذه الاحلام للعلم فقط انا افسر بناء على معنى الكلمة هذا هو تأويل الحديث ارى ما هو المعنى المقارب لهذه الكلمة ما هو الذي تدل عليه عن طريق ربما جانب النفسي الجانب المنطقي وكما تلاحظوا ان الجانب الديني احاول ان اتأنى فيه حتى اتأكد من مصدر الاية او الحديث او الشعائر التي يتكلم عليها المتصل اذا تفسيراتي كلها مبنية على علم المنطق وعلم النفس حتى يكون المشاهد على علم بذلك لذلك وفضل ان يقال لي استاذ حتى لا يختطر الامر على المشاهدين طيب ابنتها متزوجة عليها زوج بيت غريب وكأن هذا يقوم بعمل صالح تتمنى ان تكون معه فيه زوجها يقوم بعمل صالح تتمنى ان تشاركه فيه كعمرة او حج او خير او سفر وشدة فرحتها بذلك وشدة حبها لزوجها تتمنى ان تكون معه في تلك العبادة او ذلك العمل والله العليم الحكيم ابتسام الجزائر بعثرت القبور الله يبعثر عدويني قولي امين ذلك يدل انك اساسا بعثرت القبور او فتحها في الحلم يدل على استخراج معلومات جديدة او اكتشاف حقائق في قدر في الوعاء هذا مدالة بان هناك امور تخص اهلك وعائلتك تكتشفينها الايام القادمة ولكن عليك ان تحركيها تنبشي حولها فمنها ما هو فيه خير لك لذلك كنت بسين ثوب الفطفاض ومنها ما قد يحزنك لانك لم تتوقعيه من الاخرين ولكن الحلم به اشارة ودلالة واضحة طبعا الارتفاع والنزول ده الخير الذي لك وايضا على النزول على الحزن الذي قد يقع الحلم به دلالة واضح ان عليك ان تفتح كل كتب من يحطون حولك وتتعرف على حقيقتهم عن قرب هذا والله هو العليم الحكيم من معانا يا فتيحة تفضلي فتيحة تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فتيحة نعم عندي حلم خير يا فتيحة شوال حلم عيدت نفسي في مدرسة وخرجت من القصم عندما ماشيت في ساحة المدرسة رأيت ابن عمي ساقط على العرض وكان رباسه مثل العريس والاقارب كلهم هناك سألتهم نبي فقالوا لي كان فتيحة طريقة القائك للحلم متعبة للمفسر عليك ان تتواصلي تسترسلي في كلماتك حتى لا اتم كل ما تخيل صورة اخرج منها حاولي ان تسترسلي يعني اجيب الحلم كل مرة واحدة دبي دبا واحدة على طاولة عالم رؤى فضلي كنت في مدرسة رأيت نفسي في مدرسة وخرجت من القصم عندما ماشيت في ساحة المدرسة رأيت ابن عمي فعقدت على الأرض وكان لباسه مثل العريس والعقارب قالوا هم كانوا هناك فسألتهم فقلت لهم ماذا يجري فقالوا لي كان يربس حذاء صيفي فأسقطه فمات فقلت لهم سقط مات مباشرة فمشيت عند المكتب المدير مدير المدرسة وجلت ابن عمي ابن عمي ابني سقطة في الأرض وجدته جالس على الكرسي وبجانبه أخي طاحف كان جالس كذلك على الكرسي أبيض من التلاستيك وكان مغموما عليه فتفاجأت بابن عمي فقيت أنظر واحد على الأرض والآخر على الكرسي ثم فطن أخي فقلت له مذيك فقال لي فقلت له مغموما علي طيب يا فتيحة وبعدين وبعدين وقف ابن عمي من الكرسي وبقي يمشي وكان يضلع من رجله طيب يا فتيحة تابعينا 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 بارك الله فتيحة حلمة طويل جدا واضح أنه في أدة مراحل كلمة مدرسة يا فتيحة معلش تصل فيها مرة ثانية إذا حابت كمل الحلم كلمة مدرسة يا فتيحة هي دلالة على الدراسة والدراسة هنا تختلف حسب الحلم من شخص لشخص فهنا في حلمك يدل بأنك تحصلين على علوم جديدة تنفعك في التواصل مع من حولك فهنا وجدت أهلك من حولك ذلك يدل بأن وأقاربك ذلك يدل بأنك عليك الاستفادة من أهلك أكثر والتواصل معهم أكثر لماذا؟ لكي تتمكني من تجاوز عقبات الحياة الشاب الذي وقع منه شيء من الصوف ذلك إذا كان لديه تجارة أو عمل قد يخسر ماله فعليك أن تعتبري منه أو تنصيح إن عرفته وما إلى ذلك الحلم يتكلم عن تفاصيل حياتك بشكل عام وحاولت أن أجد فيه أو ألمس فيه شيء كخبر يخصك أو يخص النساء فلم أجده واضحا هذا والله العليم الحكيم مع نصات أخرى حكيمة تفضل يا حكيمة المفروض حكيمة تكون حكيمة تفضل يا حكيمة أتمنى يا أخي أن تفسر لي هذا الحل إن شاء الله تفضل صليت صلاة الاستخارة يعني صليت صلاة الاستخارة عن السحر في منزلنا وحليمت كأنني في البيت أيها أنظف وفي الصلاة وفي الصلاة وديت الصورة معلقة وفيها رجل وفيها نجاسة عزك الله فيها إيش نجاسة نجاسة وضحت كاملي كاملي عزك الله ونسحتها نسحتها نزل الرجل في الصورة نزل الرجل في الصورة على الأرض وبدأ يضربني بأشياء وأخذ شيء كأنه على شكل على شكل صندوق فيه قرارات المشروب الغازي طيب وبعدين نعم وأصرح على المساعدة وأصرح على المساعدة وجاء أخي يريد مساعدتي ولكن لم يستطع ورأتني أمي ولكن لا تستطع مساعدتي وصرحت أمي لأخي آخر ساعدها ساعدها وقال أخي رأيتها وذهبت أمي تطبع الدرج وقال لأخي أتي لها بالزيت أتي لها بالزيت المرقي قال لحلم أعطيك هذا كل حلم بعد استخارة نعم بعد الاستخارة قلت يا رب هل عندنا الشيح المعلق أو المدفون أتمنى يا أخي أن تفشلني هذا الحب هذا ليس تفسير خلاص أنت سألت ربك وربك أجابك سبحانه وتعالى رب العالمين هل الرجل تعرفينه في الصورة أنه رجل كرة القدم لاعب كرة القدم لاعب كرة القدم نعم في قلبي هكذا هو يشبه لاعبة كرة القدم أو أنه وقع في قلبك نعم 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 تمام نعم يا حكيمة إن شاء الله خير يا رب تابعينا بارك الله فيك تابعينا سألت رب العالمين استخرتي له الاستخارة على هناك سحر أو ليس هناك سحر فرأيتي كلمة سحر في الحلم فهنا لا يتؤول على أنها خدعة كما أؤولها للآخرين تؤول على سحر ولكن الشخص هذا وقع في من من الإطار الصورة وقوع الشخص من إطار غير محمود أبدا فهو يدلاتهم لأنه متأثر متأثر في هذا العمل أو هذا السحر فإذا كان والدك لأنك مسكت صندوق الذي توضع فيه المشروبات الغازية فمن الصندوق الذي توضع به المشروبات الغازية إذا ما شبهنا هذه المشروبات الغازية في الأبناء فالصندوق هي الأم هي التي تحوي أبنائها إن كنتوا بنات بنتان أو ثلاثة أو أربعة ومن شال الصندوق يكون الأب ذلك لأن الأب هو من يقوم على الزوجة وعلى الأبناء فذلك يدل بأنكم قد تأثرتم جميعا بذلك السحر أو ذلك الإصابة والله العليم الحكيم وأن شفاءه سهل كيف شفيت من ذلك كله وكيف اكتشفت هذا كله كان بمسح النجاسة عن الصورة يعني بتطهير النفس والقلب والإيمان بالله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء ما مكننا رب العالمين ولا تنزي فضل صورة البقرة والآيات والمعوذات في حياتك اليومية هذا والله العليم الحكيم طيب إذن إخواني وأخواتي متابعين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى لدينا هذا الفاصل إن شاء الله حياكم الله من جديد إذن إخواني وأخواتي ما زلنا نبحر في عالم أحلامكم وفي حياتكم وفي كل ما يهمكم حول هذا الموضوع إذن إخواني مستميرين معكم في عالمكم عالم رؤى ونستقبل المزيد والمزيد من الاتصالات أم أحمد أم أحمد بن أبوظة بحاوة تصلي فينا مرة ثانية من من تونس أصدقاء البرنامج تونس تفضل إياه أخت الفاضلة من من تونس أم ألاء أم ألاء يا أم ألاء أم ألاء يا منال قبل ما تهرب منال تفضل إياه منال من الجزائر يا أستاذ إيئة يا مرحبا يا مرحبا سعيدين متواصل تفضلي عندي حلمة أمي حلمت أمي أن أبي يريد أن يذبح تلحفت فلن يستطح ذبحها فذبح أخي بعدما ذبحت تلحفت صارت بيض وبيضة فجاءت أختي الصغرى وأخذت حبة من ذلك البيض هذا هو الحلم أستاذ من الذي أخذت البيض؟ أختي الصغرى أخذت حبة من البيض طيب أختك الصغرى طالبة صح؟ طالبة والسنة باكالرية إن شاء الله طيب هذا الحلم أبوك يحافظ مال كائن للزمن ومتردد في استخدامه الآن ولكننا سيتستخدمه عندما تدخل أختك الجامعة مال محفوظ تعب في تحصيله فتذكري هالكلمة تعب في تحصيله فحاولوا أن تخففوا على أباكم مصاريفكم قدر الإمكان مال محفوظ تعب في تحصيله وسوف يضطر أن يستخدمه في تربية أختك ودراستها هذا والله العليم الحكيم والله لو تعرفوا فضل الآباء والأمهات والله العظيم يا جماعة الخير ما نحن بغيره ولا شيء يظل الأب يجني طول عمرة ويتعب ويكد عشان بالأخير يشوف بنته شاهلت له ورقة أنا ناجحة يبا تخيلوا إحساسه طيب مين معنا يا حنان الأخ معز سعيد أنه فيه أخ معاي في البرنامج معز من المغرب تفضل يا معز أخ معز من المغرب أهلا إياد شلونك والله سعيد بتواصلك يا معز أنا أنتظر واحد يتصفيني هالأسبوع بارك الله فيك أسعدتني يا أخوي يبشر يا أخوي آمين يا رب وإياك عندي حلم أستاذ إياد شفت أني أشاري ليمون من عند من عند شخص يبيع ليمون في عربة نعم ما شاء الله وبقى عند وهذا الشخص بقى عنده بقى عندنا الفكيره الأخير هو اللي خبيته من عنده أم وبعض لحظة ظهرت ليمونة جميلة ليمونة حبة ليمونة أيوة أه ظهرت ليمونة جميلة مخبأة ومحتوط حدا ليمونة شينا ولا نقول ليمونة تبع من قال لي هذه تبع الإمام تألي الحي عندكم امام الحي امام الحي ولا شخص كبير الحي قصدك امام امام الحي اللي يرقي الناس ويساعدهم على تواصل اللي صليبين اللي يطلبين اللي يم المسجد نعم تمام وبعدين يا معز الله يعزك يا رب اخذ ذك الليمون وقال يدي تبع الامام قلت لي الحين لان وقت الامام يكون ما بصافي خلاص صارت الي هو يقول ياخدها معاد الكل شي لك الكل شي لك وبعدين اخذ ميديا وقال لسا اخذها الامام اليوم اخذ هذه الميديا الاضرق قلت لي بكم اخذها قال هي 160 طيب وذك الليمون بقيت نشوفها وجميلة الشكل وجميلة في المنظر الدرجة انه احسن ليمونة موجودة عنده في ذلك العرب ما شاء الله كبير كان حجمها ولا صغيرة متوسطة الحجم هو مش الليمون الكبير ومش الليمون الصغير متوسطة الحجم وعندها اوراق بس لازم اسألك هل هي من الليمون الحامض حلو ولا الليمون الاصفر العادي لا الليمون الحلو ايوه تفرق نعم وضحت وضحت الله يسعدك يا معز الله يسعدك طيب هو تختلف الاسماء بعض الاشياء معانها نفسها تكون نفس المعنى يعني فيه ليمون حامض حلو فيه ليمون اخضر فيه ليمون اصفر ولكن هو بالنهاية ليمون هو يدل على للمريض شفاء وللحزين سعادة وتدل في اغلب معانيها التي وردت الان في هذا الحلم على المال الحلال العربة هي ما يشقى به الناس ليكدوا عليه ويحصلوا منه المال والرزق فكل من اخذ منها ليمونة كل من في هذا الحي يحصل على مال حلال ربما يفتح محل او تفتح طريقة في هذه المنطقة تفتح ابواب الرزق عن الناس هذا الرجل الذي حصل هذا يدل على امامته انه رجل صالح باذن الله سبحانه وتعالى وانه يقيم عمله على خير وجه اما انت يا اخي الفاضل فالليمونة هنا تدل على مال حلال يعينك على اقامتي مناسبة سعيدة فان كنت اعزب فسوف تتزوج بمال حلال ان شاء الله وان كنت متزوج فاستبشر في الخلف الصالح هذا والله هو العليم الحكيم ولكن في حلمك كل كلمات الليمون دلت على المال الحلال والله العليم الحكيم ام صهايب فضل يا ام صهايب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام صهايب كيف حالك يا دكتور الحمد لله بخير يا ام صهايب سعيد بتواصلك فضلي أنا عندي رؤية وإذا يمكن استفسار خير يا رب شو الرؤية وما هو الاستفسار بس اسمعيني من التلفون يا ام صهايب نعم شو رأيك يا دكتور في رؤى اليقظة وفي الرموز اللي نشوفها نحن عندما نكون نسمع القرآن رؤى اليقظة على فكرة نتكلمنا عنها حلقة كاملة والرموز اللي في القرآن الكريم كل شيء له معنى يؤخذ إما من الآية التي هو فيها وإما من الوضع الذي يخص الرأي حسب المعنى الذي يعني هذا الرمز سواء كلمة أو حرف أو جملة أعرفت شلون ولكن بالنسبة لأحلام اليقظة سوف نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل ما هو حلمك يا أخت الفضل طيب صهايب أنا شكت في ذوقيا أنه كانت في مردق كانت كثير كبير وكان العسب الأخضر بعمل مكان وكان فيه كل أهلة ونس ما بعرف يعني النس اللي ما بعرفون ماما مكتر كثير وكانت حنيت ساقية فيها الماء الصافي وكانت أنا وابنت عمي لسما حياة كنا بسم صغير كثير نعم وكنا عم نسقي أهلينا الماء نعم هذه رؤية كذلك لمدة 15 سنة لأقول لي حلمي يتبذل عديها 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 مرة ثانية أنا شكت يعني كنت في مهزة كان كثير كبير وكان العسب الأخضر بعمل مكان وكانت هناك ساقية فيها الماء الصافي أيوة وكان كل أهل هناك ونس ما بعرفهم يعني غرض عني وكنت عمي أسقي أهلي أنا أبنك عمي أسمحيت أنا نسقي أهلينا الماء للدلاء نعم وكنت أنا وياها بسن صغير كثير حلو بعد حلم سافرتي أو لازلتك في بلدك أبو قيمة لا أبدا لما ما انتقلت من مكان إلى مكان أو ما طلبت مساعدة من إنسان أو ذاكية ذاكية بيضاء لا أبدا أبدا لا أبدا ولا أي شيء لا أبدا حسنا وبعدين؟ وبعدين سمعت صوت الأبان لصوت الزمعة تركت كل شيء وخرجت وبعدين وجدت قدامي طريق طويل ولم يوجد لعلو كمّلت مساعدة وفي نصف الطريق كان مجموعة من الشباب طرف الثاني بعدين نزلت أمعد إلى الله حتى لا أقع في حرج نعم عندما وصلت قريبا منهم كانوا يحيوني كانوا جالسون على الأرض نعم كانوا كثيرا مؤذبين على كل حال ما شاء الله أحسن أداب الطريق نعم وبعدين؟ كان واحد فيهم مواقف أسابيع الخمسة وقال لي يعطيك العافية وكانوا مستبشرين كملي أساس أن أعطي بفرصة للآخرين كملي وبعدين؟ وبعدين لو وصلنا لآخر بعدين لما كملتنا شيء وجدت شاب طويل قامة كان يسبقني وبعدين التفت لأيلي وقال التفتي لورك هاي بنتك لما التفت أنا وجدت بنت صغيرة كتير لا تكفيل شيء أبيض وبعض بيضاء كبيرة شوية وبعدين أطلع حولي لقد وجدت أمنها لم يكن هناك أحد حملتها بين ضراعية عندما حضنتها كنت أجد أن أذهب حلال الأمن كملي وقالنا وقالنا عندما وصلنا إلى آخر الطريق كنا في مكان عالي كان هناك بيت دخلنا أم صحيب أم صحيب هناك سؤال كم أعد ابنائك وبناتك أنا لدي وردين ورد ورد لا يوجد بنات أنا لدي ورد ورد أم صحيب أم صحيب أم صحيب الملجأ أنت قلت في أول حلم ملجأ الملجأ كلما زاد كبروك كلما زاد على الأشخاص الذين نلجأون له فأنا سألتك في أول سافرتي قلت لا هل في حد ساعدك لا بعدين باقي الحلم وضح المعنى فنحن كلنا نلجأ لرب العالمين سبحانه وتعالى فدل الحلم بأنك عليك اللجوء دائما للخالق سبحانه وتعالى فهو لا يردك لما أذلك سألتك عن نية القدر ولا تضيعيها حافظي على صلاتك فكما لاحظت أنه كان قويا ومتين الانفصال مع الزوج واضح أن من حلمك أن هناك سوف يكون خلافات لذلك سألتك عطول انفصلتي ولا بعد ما يهمنا في الحلم كل ياتي أنك استمري في الدعاء ليلة القدر كل سنة لأن أعتقد حسب علمي أن أكثر أمران يدعي فيهم الإنسان ربه ليلة القدر الناس يجتمع فيها مجتمعة ويوم الجمعة وأيضا نجيد فوقهم الحج والعمرة فأنظري في هذه الأمور ماذا أكثر شيء يتوفر لك وأكثري فيه من الدعاء لتعدل حالك وأحوالك هذا والله العليم الحكيم مم معنى يا جماعة زهير يا زهير تفضل من الجزائر زهير ولا زهير تفضل يا أخوي السلام عليكم وعليك السلام يا زهير يا مرحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب السلام تفضل يا أخي الله يسلم الله يسلم يا أخي حلمت أيوة حلمت زوجتي حلمت أنه هديتها قراطين من زهير يا سلام وبعدين حلمك فقط أنت كم لك متزوج يا زهير كم لك متزوج كم لك متزوج كم مدنك تزواج عشر شهر وبعد ما عندك لا بنات ولا أولاد ولا حامل زوجتك الحين ما زال طيب هي واحدة من الثلاثين يا أما زوجتك تحمل بتوأم إن شاء الله يا إما أنه يأتي ولد ثم بنت أو العكس يعني إما أن تكون أول خلفة ولد ثم بنت بعديها وإما أن يكون توأم في بطن واحد هذا والله العليم الحكيم ما لم يكن بينكم خلافهم إن شاء الله أما بشكل عام فبما أنك أهديتها الذهب فذلك يدل بأن هذا الأولاد يأتون ورزقهم معهم كما قد يدل على فتح أبواب الرزق مرة واحدة ولكن ما يهمني من الحلم أنك سوف تفزق بالأبناء إما توأم ما بعض في بطن واحد وإما بعد بعض وبالنسبة بمأنك أنت من تهدي فالزوج هو من يصرف وذلك يدل بأن ذلك يأتي متوافقا مع المال والرزق والبركة هذا والله هو العليم الحكيم يا زهر اليوم انتصلوا اثنين يا حيدر يا أستاذ حيدر اليوم محظوظين إذن إخواني وأخواتي متابعين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى لدينا هذا الفصل إن شاء الله ثم نواصل تابعه إخواني وأخواتي مواصلين معكم بإذن الله أخوي حيدر لا تنسى أخر دقيقتين من البرنامج تعطيني إياها بعد إذنك أستاذ حيدر طيب في معنى أخ بالتصرع البرنامج الثالث اللهم لا حسد اللهم لا حسد محمد من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد كيف حالك أستاذ الكريم والله من أسعد الناس بارك الله فيك متواجدكم الدائم بارك الله فيك يا محمد لو في إيدي جائز أعرضك إياها لأني فعلا افتقرنا للعنصر الرجالي الإخواني تصل على البرنامج لو في إيدي جائز الآن بسلمك إياها على الهوى خبرتني حنان والله أول ما قلت لحنان الكلام هذا عبر السماعة قلت إن شاء الله ما يقطع معها يا رب اتفضل يا محمد حياك حياك اتفضل يا أخوي اسعد ابشر اتفضل ما قعا فيك عندي حلم شفت حلم إني إني أشرب حليب وفي الحليب آخر محبس الحليب كان فيه بقعة صفراء تقريبا ثمن ثمن ورميتها أيوة ما شاء الله طب أنت تصرف على نفسك أو أحد يصرف عليك يا محمد أنا أصرف على نفسي والدك بخير وأهلك بخير كلهم والله إن شاء الله أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله متزوج يا محمد أو الوالد تعبا لا لا مطلق مطلق أنت مطلق عندك ابناء لا ما عندك ابناء معناته الطلاق انتهى خلاص أم لا يوجد خطة للرجوع مرة ثانية لا لا يوجد خطة أريد أن أتزوج بره جديد إن شاء الله إن شاء الله يا محمد تابعني عبر البرنامج وسمع التفسير إن شاء الله ينفعك شرب الحليب هو شربه بالكامل لو لم يكن هناك طلاق لكان قلت أنه سيأتي إلى أبناء وبنات ولكن هناك طلاق وقع فهنا أصبح الحليب نهاية العلاقة شربه الكأسة كاملا انتهت العلاقة تماما ومثل ما قال محمد لو لاحظت وركزت على السؤال أنه لا يوجد أن يترجع ولا يوجد أن يترجع لأن هذا يؤكد المعنى أنه تم طلاق تماما الآن ما هو اللون الأصفر اللون الأصفر يا أخي محمد إذا كان اللون الأبيض يدل على الأقارب والأهل فاللون الأصفر يدل على المال والرزق فذلك يدل بأنك تحصل على تجارة أو تحصل على خير أو رزق ولكن هذا الرزق يكون سببا في بداية جديدة لحياتنا عائلية واجتماعية تفضل يا محمد بعدك معنا معنا محمد ولا مين أستاذ الكريم باقي معي باقي معي حل حلم غير هذا يا محمد أيها أنا قلت لك لو ما عايش جالسة بسلمك إياها وقل حلمك الثاني يا محمد تستاهل عندي حلم إننا في قدامي برج أثري تمام نعم عندي برج أثري وعندي واحد من عيال عمي يساعدنا إنه يهد البرج الأثري وكان فيه داخله ميزان حساس أيها بعد ما طاح البرج تمام خرج منه صفايح ذهبية مشبكة ما شاء الله وبعده بأسبوع في حلم آخر إلا لا محمد قال حبيبك أسل حلقتنا اليوم عن أسل لا تأكله كله والدك تعبان وايد الحين والله ما يمكن طيب شورك طلعوا لنا ذبيحة تقدر نطلع لكم نطلع لكم جتين مش ذبيحة والله هي ذبيحة يستاهلها الوالد ويطول لك عمره ويحفظها هي الدلالة إن الوالد بيزان حساس معناته إن الأمر صار يعني يحتاج منكم لاهتمام أكثر ودائما أكبر برج وأجمل برج في حد أي إنسان هو الأب فإنت حاول طلع ذبيحة واحدة عن الوالد ووزحها الفقراء والمسكين وروح حب على راسه وقل لا إياد وأسرة على مرأة يسلمه عليك بارك الله فيك في السلام يا محمد هي أحساسي أنه سبحان الله يمكن الصدقة هذه ترجع لصحته وتكون هي الميزان كلمة ميزان حساس معناته عمل يقوم فيه يكون إما به خير وإذا لم تقوم فيه ربما يكون به ضرر فهنا إذا قمتم بالذبيحة إن شاء الله والصدقة وصلت لله سبحانه وتعالى وتقبلها رب العالمين سوف يكون هناك خير أنا فرح الصراحة اليوم أنا من أول أسبوع أقول يا جماعة الخير الإخوان زعلانين مننا ما يتصلوا في البرنامج أو الحريم مخضات الجو كله فمن جمال البرنامج هو المساواة والاستماع للرأي والرأي الآخر الاستماع للذكر والأنثى حتى الأطفال لما يتصلوا على البرنامج أكون أنا في قمة سعادتي هذا مشاهد جديد لبرنامج عالم رؤى مين معنا يا حنان؟ سمية من أمارات فضلي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سمية أمي حلمت أنها كانت تكلم أبوي أيوا وأبوي يقول لها أبا سمية أبو سمية وعاد الكلام أكثر عن مرتين أيوا وقالوا شتب وشتبة وبعدين كنا الصوت بدأ يخف وهي عادة الرد مرتين كمان؟ هي عادة أكثر عن مرتين يمكن مرتين وبدأ الخف ينقطع الصوت لها صوت الاتصال وفي خاطر أمي في نفسها أن توقعت أن الدوة خفت نعم طيب والدك شو أخبارها؟ الحمد لله شو عند أمور عرضها عليك الأيام هذه الماضية؟ هل عرض عليك خطيب أو دراسة أو عمل؟ لا طيب الحلم يدل بأن هناك أمر يهمه يخصك سوف يطلبه منك أكثر من مرة وربما يكون حول هذا الأمر شوية استفهامات أو أسئلة ربما يتقدم خطيب ويأخذ رأيك في ذلك الأمر وربما يكون عمل ويأخذ رأيك في ذلك الأمر ولكن مهما كان الأمر هو أمر يهم والدك ووالدتك جدا جدا لخوفهم على مستقبلك وحبهم لإبنتهم هذا والله هو العليم الحكيم الأخت سلامة من الإمارات تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلامة أخي أنا كنت حلمان قبل لا أحلم في الحقيقة أنا كنت مصلي الفير ما شاء الله نعم لست السيادة وتم نادي رب العالمين وطلبت من رب العالمين أنه يعني توجهت لله وتضرعت له بخير لك إن شاء الله كم لي يا أختي كم لي يا سلامة فدقيت رب العالمين لأني أنا بطعت عن ذك رب العالمين فكنت خائفة يعني كنت أقول هل هذه يعني أنت كان في فترة كان في عندك ظروف أو حال نفسية قللت من تواصلك مع الخالق سبحانه وتعالى فأنت خفتي من هذا الشيء فتوجهت لله طالبة منه المغفرة والرضى صح ولا أنا غلطان يا سلامة فأنا بتعت يعني هو بالضبط بس إنه يعني أنا كنت أحفظ القرآن ما شاء الله بشكل يومي قراء القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن بس من قطعت عنها كله راحين نعرف من الحلم ما السبب إن شاء الله تفضلي شو الحلم اللي حلمتين يا سلامة فقلت يعني قبل لا أنام قلت يا رب العيني رؤيت صارحة صارقة مبشرة يا رب يا الله وتميت بالله ورقت يا الله وبعدين شفت كمي تشيف مكان وعندي أنا وولد كان أشقر اللون شعر أشقر وطلع من هالولد شيء ما دريك ما دريك ما دريك ما دريك وفي عقب شفت في دينا صحن نعم كنت ماسك الصحن وياسي أرجع ثلاثة أسحار ثلاثة أسحار طيب أيوة ومن ضمنهم رجعت أمطة ما الشعر رجعت شو أمطة أمطة شو الأمطة يا سلامة شيء كالحريم يلبسونا أثبت أن أغسط أشعر طيب وضح وضح طيب وبعدين في الحلم قالوا لي هذا معمولك أثبت أن أنت تتعدين عن ذكر رب العالمي نعم فعقب شفت نفسي ياساق القرآن وأنا أصيح نعم وصوتي وايد كان حلو كلهم عيبهم صوتي يا سلام واللي أذكره يبدأت من القيامة بس ما أذكر القيامة الحق الحق القيامة الحق إن شاء الله بس في سؤال يطرح نفسه أنت متزوجة سلامة أختي ولا آنسة لا أخي أنا بعدين بعدك صح بعدك موظفة ولا ربت مزي أجالسة في البيت عند أهلك يعالسة في البيت عند أهلي أيوة ثلاث أسحار ما يحتاجها عشان يخلي إنسان يترك عبادته هل في ثلاث أشخاص حولك اكتشفتي أو وقع في قلبك أنهم يكيدون لك يكيدة خليك من ثلاث أسحار ثلاث أسحار ثلاث أشخاص المقصودين فيهم هم ثلاث أشخاص من حولك إما نساهم أو رجال يكيدون لك يكيدة فهذه اللي تربطين فيها الشعر قلت عنها هي ربط الحال وقلة الزينة ربط الحال وقلة الزينة فربما سبحانه وتعالى أن هناك فعلا من وقع أو قام بذلك ليضرك فأنت حاول الحين مثل ما أنت شفت بحلم أنك قرأت قرآن وكان صوتك جميلا فذلك يدل على ماذا أنك إذا قمت برقية نفسك وتوجهت لله سبحانه وتعالى وعدت إلى الصلاة كما كنت أول فسوف يتقبل الله عملك لأن الله يتقبل الأعمال الحسنة وبما أن صوتك جميل فإنه متقبل بإذن الله فإقرأ القرآن نفسك ما مكنك الله الآيات والصور المعوذات والأدعية التي ورثناها عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تشفين فإذا وجدتي أن ذلك لم يتغير أو الحال لم يتبدل برنامجنا لم يوجد بإذن الله سبحانه وتعالى إلا من أجلكم اتصلي وسوف نجد طريقة أو حل إن شاء الله مين معنى يا جماعة؟ الأخت نادية من الإمارات تفضلي يا نادية يا نادية تفضلي نادية مرحبا يا نادية تفضلي أخي الكريم حبا شارك معكم في تفسير الحلم تفضلي بس وطي الصوت التلفزيوني يا نادية أو الراديو معلش على فكرة أباقي دقيقة حاولي ما قل ودل يا نادية تفضلي يا رب خير تفضلي أخي الكريم أنا كم مرة أحلم كأني كل مرة أحلم كأني في امتحان وتاني شيء يعني سبحان الله العظيم كم مرة بعد أحلم أنه أرى آيات قرآنية في السماء كأنها مكتوبة بخط الأيد يعني ما نفهم إذن هو حلم متكرر حلم متكرر لا مرتين شفت هذا الحلم كم مرة أرى آيات قرآنية مكتوبة بخط زوجة ولا أنسى يا نادية؟ نعم ما هو زوجة ما حصل خطوبات قبل أو أمر من هذا القبيل؟ يعني كثير 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 يعني حتى نادية من إعجاز الإنسانية اللي ربنا خلقه أنه أكون الموضوع اللي أريد أختم في الحلقة أنت تصلت عليك فلذلك نهاية الحلقة كلها راح تكون تعقيب على موضوعك يعني أنا مجهز جاي الحلقة من بيتني وأنا حاطة في عقلي أن آخر الحلقة أنهيها في هذا الموضوع فتابعينا يا نادية بارك الله فيك بارك الله فيك كم باقي يا حيدر؟ حيدر كم باقي؟ يا حيدر أكلمك يا أخي كم باقي؟ أيوة شفتوا إخواني وأخواتي حيدر سمعني من المرة الأولى بس أنا اتعمدت عيد صوتي ثلاث مرات وهو ما شاء الله عليه كل مرة يقول لي ثومنس الله يسعدك يا رب اتقصدت عيد صوتي ثلاث مرات لماذا؟ لماذا؟ لأنه إن لم يسمع في المرة الأولى سيسمعني في الثانية وإن لم يسمعني بالثانية سيسمعني بالثالثة من طبيعة الناس عندما يريد أن ينادي ابنه أو أخاه أن يقول يا أحمد أو يا حنان أو يا حيدر فإذا لم يسمعوا أعاد فإذا لم يسمعوا أعاد هذا هو المقصود عندما تتكرر أحلامنا هذا يعني بأن هناك أمر يهمنا أمر علينا الالتفات إليه أمر علينا التوقف عنده مثلا كزيارة شخص لم نزره منذ فترة طويلة أو مثلا كصدقات توقفت عن آدائها أو تنبيها لأمر أتتني أحلاما كثيرة عليه هنا كلمة امتحان في حلمك تكرارها يدل بأن لا تنسي الله سبحانه وتعالى إنه يراك ويمتحنك ترجع الحياة دور فيك يمين ويسار وتطلع الأمور وتنزل فترجع حلم الامتحان يقولك لا تنسي الله سبحانه وتعالى فإنه يمتحنك لا تخافي أصبري بعدين ترينا الآيات المكتوبة على السماء فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك ارجعي لله أكثر الله يحبك إن الله أحبك فأراد أن تقترب منه أكثر أن تقوم بأعمال أفضل وأجمل ثم عدتي ورأيت الآيات مرة أخرى يعني واصلي لما تروح الطبيب يتقول له أنا شربت الدواء بس ما فادني الطبيب يقول له خذها مرة ثانية والثالثة مواصلين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا يا أستاذ حيضر شكرا يا حنان شكرا للجميع حتى ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم أقول لكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة